موسيقى مساء الخير إصابتين جديد بفيروس كورونا بالـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء 240 اختبار بذلك بيكون تم تسجيل 632 حالة منذ 21 شباط 2020 أي منذ اكتشاف أول حالة بالفيروس في لبنان العدد اليوم للإصابات يتجه إلى الانخفاض بالفترة الأخيرة مثل ما عم نلاحظ باللون الأزرق بالصورة التالية اللي رح تمرق بهالأثناء إذن وبالنسبة لتوزيع الحالات المؤكدة حسب الأقضية منلاحظ أنه بقضاء المتن يسجل العدد الأقبر من الإصابات واللي هو 127 إصابة ليش تاريخ 13 نيسان سجل فقط إصابتين هل هو مؤشر جيد أو هل في سبب معين أدى إلى هذه النتيجة وليش بعده قضاء المتن بالطليعة من حيث عدد المصابين إلى ما تدل كل هذه الأرقام مدير عام شركة ستاتيستيك لبنان ربيع الهبر يوضح هذه التساؤلات مساء الخير وأهلا وسهلا فيك استاذ ربيع يعني إصابتين فقط بالكورونا بالـ 24 ساعة الأخيرة فهل هذا مؤشر إيجابي أو فيه تفسير آخر لهالنتيجة؟ نعم هو التفسير يعني فينا إن شاء الله يكون التفسير إيجابي وإن شاء الله يكون التفسير مضاعو بخانة إيجابة ولكن عدد الفحوصات هو عدد قليل يعني إذا عم نشوف 240 فحص خلال اليوم بارح أو اليوم النتج عنهم إصابتين أكيد إذا ضاعف هيدا العدد نحنا رح منكون أمام إصابات مضاعفة ورح منكون أمام إصابات أكتر كل ما زاد عدد الفحوصات كل ما كان عنا عدد إصابات أكتر وكل ما نكشف عن إصابات أكتر هلأ بالواقع المناطق يلي فيها فحوصات أكتر هي عم بيبين فيها إصابات أكتر هيدا اللي بدي أقول نعم مثل بالمتن مثلا بالنسبة لقضاء المتن اليوم يعني لا يزال بالصدارة من حيث عدد المصابين رغم أنه قضاء المتن حتى اليوم ملتزم بشكل تام يعني إذا فينا نقول بالتعبئة العامة ومش شفنا في حالات من المخالفات مثل غير مناطق فشو قراءتك لهيدا الرأم تحديدا بقضاء المتن نعم بخصوص قضاء المتن بدي أذكر هون أنه قضاء المتن من أكبر الأقضية يلي فيها عدد سكان بلبنان هيدا أولا نعم تانيا قضاء المتن هو أكتر قضاء ملتزم بالأنون بلبنان يعني ولا ممكن بكل الدراسات ولا ممكن نلاقي قضاء ملتزم بالأنون أكتر من قضاء المتن بالتدريج بالدراسات بيبين أنه قضاء المتن هو القضاء الأكتر التزاما بالأنون بعد منهم بيجي قضاء بيروت كستروان وجبال بيبلش حدم الالتزام بالأنون يعني يزيد منشان هاك نحنا منشوف أنه المتن هو أكتر قضاء التزام بالأنون يعني أكتر قضاء بيعمل فحوصات وأكتر قضاء يبلغ عن نتائج الفحوصات مع مقول أنه غير أخلي ما بيبلغ بس أكيد هيدا الوقع ثاني شي هو قضاء قريب على العاصمة وعلى المستشفيات يعني هو يقع بين المستشفيات يلي تقوم بفحص كورونا يعني قديش بعيد قضاء المتن يلي من ضمنه مثلا الجديدة منطقة الجديدة أو الدكوانية يلي بعيد عنها أوتال جو أو مستشفى الروم أو مستشفى بيروت الحكومة عشرة خمسة كيلومتر أو أربعة كيلومتر مش بي مش عن عكار أو عن الهرميل أو على منطقة بعيدة مثل النبطية أو بعلبك أو حتى أقضية جبل لبنان البعيدة يعني مثل جرد جبال مثلا مش هيك الواع هو كتير قريب من العاصمة وكتير على مناطق الاستشفاء هيدا اتنين ثلاثة حجم السكان بالمتن هو حجم كتير كبير يعني هو أقرب منطقة بالحجم لمدينة بيروت لبيروت الإدارية يلي هي محافظة بحد ذاتها كمان هيدا المنطقة تضم عدد من السكان كبير جدا يقضي أنه يكون في عدد إصابات كبير نسبة إلى عدد السكان يلي فيه كمان ما بدنا ننسى هيدا هيدا الفاكت بدي ذكر كمان بس بلش يتصل لفحوصات لمناطق إبعيدة مثل عكار ومثل منطقة بالشري بلا شي بقين عدد الإصابات الكبير كمان يعني كمان عدم توفر الفحوصات وعدم سهولة الوصول إلى الفحوصات عامل أساسي بعدم ظهور الإصابات يعني بالمتن الفرق بين متن وغير قضاء أنه بالمتن بقضاء تظهر الإصابات غير عن مطرح ما في إصابات إن شاء الله ما يكون في إصابات ولا تظهر الإصابات في إصابات ولا تظهر إن شاء الله ما يكون في إصابات بباقي المناطق ولكن أنا أكيد أنه بمنطقة مثل منطقة المتن تظهر الإصابات بفعل الفحوصات وبفعل التبليغ والتواصل مع الأجهزة الطبية نعم طبعا يعكس المناطق البعيدة والأرياف شكرا لك استاذ ربيع الهبر صاحب شركة ستاتيستيك لبنون رغم قرار السلطات اللبنانية بالتعبئة العامة بغية الحد من وباء الكورونا ورغم كل التحذيرات والتشديد بالوقاية نظم حراك ترابلس اعتصام عند ساحة عبد الحميد كرامي ساحة النور لمناسبة ذكرة 13 نيسان الحرب الأهلية اللبنانية أيضا وأيضا بترابلس اليوم قطع أهالي الموقوفين الإسلاميين الطريق أمام مبنى سرايا ترابلس للمطالبة بالعفو عن أبنائهم وسط انتشار للقوى الأمنية والجيش اللبناني لأعاد فتح الطريق نحن لما نخالف الكورو نعملوا معنا اللي بتكون نحن هلا منها خالفين كورو نحن عم نرفع صرخبنا صرخبنا اللي هي من حقنا نصر خوان من نوقف نحن جعلين نحن محرامين نحن ناس موجوعين نحن نسلح بشكل يومي نبت الفساد وضط الزلاب وضط الصيسيين إذا زلد على هذا الناج جاء الحرب الأهلية جاء الحرب الأهلية عن يطل لحنا ناس دين اليوم سلمية وممتن وممتن حرب الأهلية يا فخر يا شابان يا فخر ويا شابان يا عميل الأمريكان ونسألكم نحن من نحن أهالي المسلومين بfps العاف العام بhealth العام بحرة حريه حريه ومنطقة ترابلوس اليوم بينضم إلنا عبر سكايب محافظة الشمال القادة رمزي نهرة سعد المحافظة أهلا وسهلا فيك مدينة ترابلوس مرة جديدة تخرق قرار السلطات اللبنانية وتخرق التعبئة العامة والتشدد بالقيود فشو تعليقكم كمعنيين على هالموضوع مساء الخير أهلا وسهلا فيك يعني ماكي حق مش أول مرة يعني بيصير في خرق بسنحنا يعني كنا بن آخر اجتماع لمجلس الأمن الفرعي يلي عملناه بسرايا ترابلوس كان في تشدد كتير كبير مش مس على التظاهرات يلي عم بتسير ولكن على كل التجمعات بالمدينة يلي صراحة من الصعب ضبطة لأن ترابلوس فيها كسافة سكانية كتير كبيرة ببقعة جغرافية صغيرة نسبيا لذلك كان فيه قرار بالتشدد بمنع التجمعات كافة أنواع التجمعات وأكيد من ضمن المظاهرة وكمانا مثل ما بتعرفي بالصلاوات يعني بأيام بالجامع أو بالكنائس مش أرار كمانا من عندنا بس أرار من دار الفتوى إجا أنه ممنوع التجمعات نهار الجمعة على الصلاة ولكن للأسف دايما في خروقات عم تسير ولكن الأرار هو حاسم طبعا وفقا لتعليمات مع الوزير الداخلية والبلديات أنه بمنع منعا بيطان كافة أنواع التجمعات لأنه لا سمح الله في حال تفشى الفيروس بدرابلوس رح يكون في كارسي كبيرة لأنه مثل ما سبق وقلتلك في عنا كسافة سكانية ضخمة بمنطقة صغيرة نعم ساعة المحافظ يعني بما أنه هالمشهد عم يتكرر تحديدا شو الإجراءات يلي رح تقوموا فيها كمعنيين لعدم تكرار هالمشهد والحفاظ على وضع ترابلوس المستقر نسبيا يلي مسجل لحد اليوم حوالي الـ 14 إلى 15 إصابة وما يتفاقم العدد أكثر بمدينة ترابلوس صحيح نحن لحد الآن ترابلوس يعني مقارنة مع بقية المدن اللبنانية يعني الحالات بالكورونا خفيفة جدا طبعا بيعود للإجراءات يعني عم نعملها نحن يوم بيوم ويعود للملاحقة الحسيسة يلي عم نقوم فيها مش بس مش عم يقول انه نحن أنا يعني الغرفة عمليات المحافظة خلية الأزمة بلدية ترابلوس قوى الأمن الداخلي الصليب الأحمر اللبناني مشكورين جميعا عم بيقوموا بمجهود كبير جدا وعم نلاحق كل شخص عم يكون مصاب وعلي حواليه وعم نعرف من أنه وعم نقوم بحجرهم وعم يدم ملاحقتهم يوميا والقرار واضح وواضح جدا لقوى الأمن الداخلي وعند ممنوع يعني ورح نعطي هلأ كمان ونحن تعليمات إضافية وجديدة بالحزم وبمنع وجود أنواع تجمعات يعني مظاهرات أو غير مظاهرات لأنه رح منكون يعني منسكون بشي منصير بشي تاني كليا وهذا الشي نحن ما بدنا لأنه كل اللي عملنا له هلأ وكل الإجراءات اللي عملناها يعني ما بدنا تروح سودان والشهرين الشهر ونص اللي صرروا العالم قاعدينهم بالبيت ما بدنا كمان يروحوا سودان يعني كل العالم تكون واعية كمان وسائل الإعلام ما عم تأثر عم توعى الناس ونحن عم نجرع نقول ما بقى تعملوا تجمعات لأنه هالشي رح يضر فيكن كارسي يعني كارسي على الجميع صح سعادة المحافظ كمان بدنا نستغل وجودك معنا لنطلع على أجواء مدينة بشري اللي تاخد قرار بإقفالها وعزلة حتى أشعار آخر هالقرار طبعا مثل ما صرنا نعرف تضمن منع دخول وخروج المواطنين من وإلى بشري بهدف الحد من انتشار وباء كورونا كيف بتنقلنا الصورة من بشري هل في التزام تام به القرار بشري يعني اتفاجأنا نحن طبعا كلكن صردو تعرفوا في أحد الأطباء يلي أصيب بالكورونا وبدون ما يعرف نقل العدو إلى أهل بيته وجيرانه وكل شخص كمان نقل العدو إلى الأشخاص الآخرين وصار عندنا هالحالة الكبيرة نوعا ما نحكي بمدينة بشري مش قيق عضاء بشري مدينة بشري وحن 52 53 حالة 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 حريجة يعني عدد كبير جدا بقياس مدينة صغيرة وتخذ الأرار طبعا بالتعاون مع بلدية بشري ومع فعاليات وسياسية على المنطقة بعزل المدينة حتى إشعار آخر تكن وعم تجرى هلأ الفقوصات البي سي آر لأعداد كبيرة بمدينة بشري تقريبا 500 فحص بشري نحنا خصصوا لمدينة بشري حاليا المدينة معزولة بالكامل ما عن بات أن حدا يطلع من المدينة إلا للضرورة القصوى جدا يعني بديلوح مستشفى بده شي من هالنوع وممنوع أكيد حدا يفوت على المدينة ولو كان مقيم في المدينة وعنده بات مثلا ببيروت أو بجونة ننصحه خليه بايته ما يطلع على بشري واللي ما يطلع من المدينة نقدر نحصر الوباء ببشري وما يتفش لا داخل المدينة ولا خارج المدينة بشري كمان ينقل لغير مطرح شكرا لك سعادة المحافظ القاضي رمزي نهرى وبإطار أزمة كورونا وتأثير المادة على شريحة الأكبر من المواطنين صدر عن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية بيانج فيه قرار إرجاء توزيع المساعدات المالية لحين انتهاء الجيش بالتدقيق بالطلبات وذلك وفق معايير موحدة لتكون عادلة وشاملة ولتوزيع المساعدات المالية المقررة للعائلات المستحقة التي أقر مجلس الوزراء فقد تم إرسال هذه اللوائح إلى الجيش اللبناني للتدقيق في صحة معلوماتها والاستعداد للتحضيرات اللوجستية المتعلقة فيها وذلك للبدء بتوزيع هذه المساعدات ونظرا للعدد من الأخطاء الواردة في اللوائح المرفوعة فقد قررت الوزارة إرجاء توزيع هذه المساعدات لحين انتهاء الجيش من التدقيق فيها بناء على طلب الوزارة مجلس الوزراء يستكمل غدا البحث بخطة الإنقاذ الاقتصادية والمالية الحكومة ستعيد تصويب ما أسيء فهمه من بنود وكلام مهم مرتقب لرئيس الحكومة حسان دياء بتفاصيل أكتر بها التقرير للزميلة جوالبو يونس كما جرت العادة أخيرا كل ثلاثاء وخميس يعقد مجلس الوزراء غدا جلسته الحكومية المالية الاقتصادية بحيث ستطرع على طاولته خطة النهوض الاقتصادي المالي لاستكمال نقاش بها هذه الخطة التي وضعت بمتناول الإعلام وبدل بعض يرميها بسهام سياسية ستوضع بحسب مصادر مطلعة على طاولة التشريح الحكومية بمعنى إعادة النقاش بكل بنودها وإعادة تصويب ما أسئ فهمه من بنود وهنا تقول المصادر بالتأكيد برزت مواقف بارزة ووزنة نيابية من موضوعي الهيركات والكابيتال كونترول قد تحول دون ترجمة أي مشروع بهذا الخصوص لي مرسيم أو قوانين لكن هذا الأمر لا يعني أن هذه الحكومة غير مدعوة لمعالجة الأمر بصورة تقنية فنية علمية سليمة تتجاوز فيها لاعتبارات السياسية فتطرح الممكن علميا وتستغني عما من شأنه أن لا يكون متاحا أو مفيدا من جهتها تعلق مصادر وزارية على ما يحكي عن هيركات مدرج بالسطور خطة لازار بالسؤال لما كل هذه الضجة حول الهيركات علما أن كلمة هيركات أصلا غير مذكورة في مسودة الخطة ولكن هناك تأكيد بأنه سيتم العمل على الحفاظ على أموال 90% من المدعين في الصفحة 19 هذه من الخطة فماذا عن العشرة المتبقية نسأل المصادر فترد ومن قال أن هذه العشرة بالمئة ستطالها الهيركات الغير مذكور أصلا في مسودة الخطة على أي حال تؤكد المصادر الوزارية أن جلسة مجلس الوزراء ثلاثاء ستشهد من مستهلها كلما واضحا من رئيس الحكومة حسان دياب يرد فيه على حملة الاتهامات التي تشن على الحكومة بسبب مسودة الخطة وسيكون كلام دياب ويفي وكيفي بحسب المصادر أما عن موعد إخراج الخطة نهائيا إلى الضوء والانتهاء من وضع النقاط على الحروف نهائيا بشأنها فمرجح في جلسة هذا الخميس في بعبداء أو خميس الأسبوع المقبل بحسب مصادر مطلعة أما عن عودة المغتربين التي سيتم تقييمها بمرحلتها الأولى والتي توقفت لـ 2-12 نيسان فسترفع اللجنة المخصصة متبعة أزمة كورونا توصيتها للجنة الوزرية التي ستنعقد بعد الظهر وهي سترفع بدور اقتراحاتها لمجلس الوزراء بعد تقييم الوضع الداخلي وعدد الإصابات بكورونا والمرحلة الأولى من عودة المغتربين المعلومات في هذا الإطار تفيد بأن اقتراح اللجنة المعنية يشمل نوعا من استراحة موقتة من رحلات الخارج والتركيز على تكثيف الفحصات اليومية بالداخل على أن يتم تقييم النتائج بعدها لتستأنف بعد فترة واجيزة رحلات إجلاء المغتربين لكن بطريقة مدروسة ومفصولة زمنيا أي عبر تخفيف عدد الرحلات الأسبوعية لكن المشكلة الأبرز بحسب معلومات الوتي في هنا تكمن في تحديد الدول التي سيسمح بإعادة تسيير الرحلات باتجاهها وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى التغريدة اللافتة التي خرجت بها مستشارة رئيس الحكومة دكتور بيترا خوري أمس عبر توتر والتي أرفقتها بهذا الرسم البياني قائلة إن المنحة لدينا لجهة الإصابات والوفيات بدأ يتخذ وضعا ثابتا علما أن لبنان لم يكثف بما فيه الكفاية عدد الاختبارات اليومية فاصل مع الإعلان ونرجع من تابع أخبار المساء برحب فيكم من جديد أزمة مالية بتهدد المستشفيات الخاصة حركة مشاورات واتصالات بدر إلي رئيس لجنة المال والموازنة بهدف الوصول إلى حل أزمة جديدة تهدد المستشفيات الخاصة هي أزمة قد تصل إلى تهديد وجود بعض المستشفيات كما عبر عنها النأب إبراهيم كانعان في تغريدة له في قوله ينذر الأسبوع بكارثة في القطاع الاستشفائي الخاص حيث بلغت ديون الدولة للقطاع ذروتها وارتفعت كلفة التشغيل مع ارتفاع الدولار وتوقف كامل عن الدفع ليخيم شبح الأقفال على عدد من المستشفيات في كسروين المتن وبيروت الحل بقانون لبرنامج يعالج الأزمة بتقسيط الدفعات وعلى أثر هذه التغريدة جرى اتصال بين كانعان وكل من وزير المال غازي وزني ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمين هارون وتم الاتفاق على أعداد تصور للحل لعرضه لمجلس الوزراء في الساعات الأربع وعشرين المقبلة انطلاقا من طرح تقسيط الدفعات النقيب هارون تحدث عن المستحقات الغير مدفوعة مقترحا آلية للتسديد قائلا أن المشكلة الثانية التي تواجهها المستشفيات هي تسعيرة الدولار التي زادت الكلفة التشغيلية عليها حوالي 35% علما بأن التعريفات مسعرة منذ سنوات بالليرة اللبنانية في مشكلة المستشفيات الموجنية المتعلقة بالمستحقات الغير مدفوعة واللي بلغت لغاية آخر شهد أرهار 2020 2000 مليار ليرة في قصب منهم عائد لسنة 2019 هذي مغطيين بالموازنة تبع سنة 2019 وبالتالي ممكن تسديدهم للمستشفيات بوقت سريع نسبيا نحن عارفين أنه الدولة ما فيها تغطي 2000 مليار دفع وحدة وبالتالي منقترح أنه يتم تسديد على القليلة مستحقات 2019 يلي ببالغين 600 مليار على دفعتين دفعة بنسان ودفعة بأيار ونرجع من بعد يصار إلى تأمين دفعات شهرية توازي 130 مليار ليرة يلي هي بتغطي الفواتير التي تنتج كل يوم وكل شهر إضافة إلى جزء منها بغطي تدريجيا المبالغ المتراكمة من سنة 2012 ما زاد الطين بل يقول هارون أن الكورونا حتمت على المستشفيات استقبال الحالات الطارئة فقط وبالتالي انخفضت نسبة الإشغال إلى حدود 25% وهو ما يعتبر خسارة إضافية للمستشفيات هارون يوافق كرعان بأنها أزمة تهدد بإقفال المستشفيات معلنا أن مستشفى كبير في كسروان سيقفل منتصف شهر أيار المقبل الأمر الذي سينعكس حتما على موظفيه وعائلاتهم وكي لا تتهدد وظائف كل العاملين في القطاع يبحث المعنيون عن حل بين الطرفين يقوم على تقسيط الدولة لمستحقاتها وإلى فرنسا حيث أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن الإغلاق العام بالبلاد سيستمر حتى 11 أيار بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا ولفت إلى أنه يجب على الجميع الامتثال للقوانين والتوجيهات حتى تتمكن فرنسا من مواجهة الفيروس وأشار ماكرون إلى أن المستشفيات تعاني ضغطا هائلا لأن فرنسا لم تكن مستعدة بشكل كافي لمواجهة كورونا مؤكدا أن الطواقم الطبية لم توفر جهدا إلا وبذلته في مواجهة الفيروس وأكد الرئيس الفرنسا أن بلاده شهدت بالأيام الماضية انخفاض بعدد المصابين لدخلوا العنية المركزة مشيرا إلى أن الدولة ستوزع 10 ألف جهاز تنفس اصطناعي على كامل أقاليم البلاد مع هالخبر مشاهدينا منوصل إلى ختام أخبار المساء للمزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر شكرا للمتابعة وتصبحوا على ألف خير اشتركوا في القناة